اشتركوا في القناة وصيام مقبول ورمضان بفكرنا بالتراث وبالتاريخ وعلى فكرة تراثنا فيه جديد مهم عايز اكلمكم عنه الاسهامات الاسلامية في العلم والمعرفة ده علماء الاسلام نظموا المعرفة اللي سبقته وترجموها للغة العربية وزادوا عليها كتير وكتير وكتير وبانوا أسس العلم الحديث اللي تفوقت فيها أوروبا وأمريكا النهاردة فتعالوا معايا في رحلة مع علماء الاسلام علمنا اليوم هو السرخاسي هو أحمد بن محمد بن ماروان السرخاسي المعروف سعد بابن الطيب الفلكي وهو طبيب وعلم رياضيات وضالية في علوم الأرض عاش في القرن التاسع الميلادي وولد بن مدينة سرخاس في خراسان ونشأ وتلقى تعليمه الأول هناك وحافظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الرياضيات ثم شد رحاله على بغداد وسعى عشان يتعلم على إيد الفليسوف الكندي مؤسس الفلسفة العربية الإسلامية وصار واحد من أنبغ تلاميسه بعد كده أصبح من أهم العلماء الموسوعيين كان مؤلف موسيقي بارع يعرف الموسيقى نظرياً وعملياً كان السرخاسي متفنن أيضاً في علوم القدماء وفي العرب وأدابهم والمؤرخين الحقيقة بيعدوا من نوابغ العصر في النحو وفي الشعر بالإضافة لكتباته الأخرى وشهرته زادت جداً وأختير معلم للخليفة المعتدد لما كان المعتدد صغير ولما كبر المعتدد كان السرخاسي من أهم أصدقائه المقربين ولما تولى المعتدد الخلافة سنة 901 ميلادية ولا منصب الحزبة في بغداد فقد كان يصيق به تماماً إنما السرخاسي كان مهتم بالعلم وكان مهتم بعلوم الأرض أكتر من علوم الدنيا فأعظم كتبه أولفت حوله علوم الأرض ومن أهم الزواهر الطبيعية اللي اهتم بها الجبال والمناخ وأصرها للسكان والحياة للأسف أغلب كتبه ما وصل إلى 12 وأهم مؤلفاته في علوم الأرض الأحداث الجوة ومنفعة الجبال والضباط المسالك والممالك اللي هو حاجات كتيرة جداً أريثماتيقي في الأعداد والجبر والمقابلة وفي الفلك له المدخل إلى صناعة النجوم واختلاف الأزياج الأزياج دي كانت الجداول الحسابية اللي بعملوها للحسابات الفلاكية وهو كان بيبص في الخلافات اللي مبينها وفي الطب عمل المدخل إلى صناعة الطب والرد على جالينوس كبير علماء الرومان أما في الموسيقى فكان له الموسيقى الكبير والموسيقى الصغير والمدخل إلى علم الموسيقى توفي هذا الشخص الكريم الجميل سنة 899 مقتولاً بيد أحد أعوان الموطادد دون إذن من موطادد طبعاً من كده فراح ضحية المؤامرات السياسية ففقد العلم من أبرز شخصياته ونحن أيضاً نحزن عليه إلى يومنا هذا ذلك العالم الجليل من أكبر علماء الإسلام اشتركوا في القناة